ينضم إلينا من الخليل رائد الشريف مراسل الغد رائد كيف يبدو الوضع الآن في الخليل وكيف انعكست فعلياً هذه العملية في رعنان على الأوضاع داخل الخليل قبل قليل تم نقل الفتاة الشهيدة عهد أولاد محمد والتي تبلغ من العمر 21 عاماً من مستشفى الميزان إلى مسقط رأسها في مدينة دورة وذلك تمهيداً لدفنها غداً بالإضافة إلى الشهيد محمد أبو سباع الذي يبلغ من العمر 22 عاماً استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية اقتحام لمدينة دورة أليات كثيرة ومن محاور عدة اقتحمت مدينة دورة جنوبي الخليل وبدأت بإطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى استشهاد شاب وفتى وإصابة تسعة آخرين أربع إصابات من بين الإصابات التسعة هي إصابات خطيرة لأنها في منطقة الفخذ وأصابت الشريان الرئيسي حسب وزارة الصحة الفلسطينية أذكر بأن عهد أولاد محمد التي تبلغ من العمر 21 عاماً تزوجت قبل حوالي عام وعندها طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر حسب ما فهمت من عائلتها كانت على سطح منزلها عندما دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة دورة وبدأ إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف مما أدى إلى استشهادها واستشهاد الشاب محمد أبو سباع بالإضافة إلى إصابة آخرين في المدينة جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة بن نعيم شرق الخليل وتحديداً مسقط رأس المشتبه فيهما منفذي العملية في رعنانا قرب تل أبيب والتي أدت إلى مقتل إسرائيلية وإصابة ثمانية عشر آخرين حيث العملية التي جرت قبل حوالي ثلاث ساعات جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الخليل تقريباً معظم المداخل مغلقة باستثناء بعض المداخل التي تفتح بين فينة وأخرى ولكن تمارس إسرائيل سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين الضفة الغربية قدمت في 24 ساعة سبعة شهداء أربعة منهم في الخليل بالإضافة إلى شهيدين في مدينة البيرة وشهيد في مدينة أريحة بعد عملية الاقتحام التي تنفذها قوات الاحتلال اليوم تم اعتقال أكثر من 55 فلسطينياً في الضفة الغربية تركزت الاعتقالات في نابلس والخليل حيث دخلت قوات الاحتلال إلى حرم جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس واعتقلوا 25 طالباً من داخل حرم الجامعة وتركزت الاعتقالات كذلك في الخليل بين المعتقلين سيدة حسب إعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني وبهذا كاترين يصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5930 معتقلاً على الأقل أي قرابة 6000 معتقل منذ بداية السابع من أكتوبر وهذه الإحصائيات لا تشمل العمال سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية الذين تم اعتقالهم بعد معركة طوفان الأقصى سواء من الضفة الغربية بعد أن لجأوا إليها اعتداءات بالجملة دخلوا إلى المدينة حتى المصابين لم يسلموا من اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشرت فيديوهات لأحد الشباب وهو ملقى على الأرض قام جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى بعد إصابته باستهدافه ضرباً حتى نقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى هناك صحفي مصاب بالرصاص المططي وصل إلى مستشفى دور الحكومي وبالتالي هنا الأوضاع متوترة بعد مقتل أي إسرائيلي في عمليات تنفذ في الضفة الغربية تدخل قوات الاحتلال كإجراء روتيني إلى منازل منفذي هذه العملية لتفتيشها وللتخريب فيها والاعتقال ذوي منفذي هذه العملية وبعد ذلك تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بأخذ قياسات منازل منفذي العملية تمهيداً لمصادرتها ولتفجيرها كما جرت العادة حيث تم تفجير مئات المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بدعوة أن أصحابها نفذوا عمليات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين اليوم التركيز عن الخليل كما قلت سابقاً هذه المدينة التي وصفها الشباك الإسرائيلي إذا قامت لا تقعد وكما يصفها المحللون والمراقبون السياسيون والعسكريون بأنها حتى وإن كانت هادئة في أي لحظة ربما تخرج خلية تنفذ عملية مؤلمة بالنسبة لإسرائيل أرجع إلى الوراء ثلاثة أيام عندما دخل ثلاثة من المقاومين الفلسطينيين إلى مستوطنة أدورا غربي الخليل المقام على أراضي الفلسطينيين في بلدة تفوح وترقوميا تسللوا واستطاعوا من الدخول إلى المستوطنة ولكن كشف أمرهم في اللحظات الأخيرة عبر كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار المرفقة بالسياج الشائك واشتبكوا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذا أدى إلى استشهاد ثلاثتهم وإصابة جندي بجروح متوسطة داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنى لمدة ثلاثة أيام حتى اليوم دخلوا إلى بلدة إذنى وقاموا بمداهمتها وعلقوا بعض اللافتات وقالوا بخصوص منفذي العملية وحماس وداعش وما شابه ذلك هذه الصور والملصقات التي اعتدنا عليها بعد السابع من أكتوبر حتى بعد اقتحام المكتبات والمخارط والجمعيات التابعة لمؤسسات إسلامية وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة مداهمات كبيرة في الضفة الغربية نستطيع وصفة بأنه من جنوب الخليل وصولا إلى جنين شمالا من خلال عملية قتل ومداهمات للمخيمات والقرى والبلدات أذكرك فقط بأنه تم الإعلان عن الإضراب الشامل يوم غدا تحديدا في مدينة دورة جنوبي الخليل حتى كذلك يتمكن الفلسطينيون من تشيع جثماني الشهدين محمد أبو سباع وعهد ولاد محمد وبالإضافة أيضا هناك الحديث عن مصابين يتلقون العلاج في مستشفيات عديدة في الخليل بعضهم إصاباتهم خطيرة أشكرك من الخليد رائد الشريف مراسل الغد ترجمة نانسي قنقر